الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بات الإخوة الفاضل والآباء الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إن ربي لسميع الدعاء وعلموا أن العبد إذا حقق شهادة أن لا إله إلا الله في قلبه ونبذ الرجس من الأوثان وعبادة غير الله تبارك وتعالى فإن أعماله كلها تنصلح بإذن الله تبارك وتعالى ويكون من الفائزين يوم القيامة بجنةٍ عرضها السماوات والأرض لذلك قال الله تبارك وتعالى عن هذه الدعوة المباركة في كتابه العزيز أَلَمْ تَرَى كَيْفَ دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا 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 تُؤْتِي أُكُلَهَا كلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمةٍ خبيثة كشجرةٍ خبيثة اجتُثَّت من فوق الأرض ما لها من قرار يُثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضِلُّ الله الظَّالِمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَا الْقَرَار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِه قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّار فالتوحيد ربنا شبَّه التوحيد بهذه الشجرة المباركة أصلُها ثابت وفرعُها في السماء وتُؤْتِي أُكُلَها كلَّ حين شاكد العبد إذا انصلح في قلبه هذا الأمر جميع الأعمال تصلح كل الأعمال تصلح تبعًا للتوحيد وإذا فسد هذا الأمر كان كالشجر الخبيثة التي اكتُثَّت من فوق الأرض ولا ينتفع الناس بها ذلك المشرك لا يقبل الله تعالى منه عملاً أبداً لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وواجبٌ على دعاة التوحيد أن يُبَيِّنوا هذا الأمر للناس لأن هذا هو أصل الدين وهو أساس الدين المتين كذلك يجب عليهم أن يُبَيِّنوا ضِدَّه أن ربنا قال فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَغَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وربنا قال وكذلك نُفَصِّلُ الآيات ولتستبين سبيل المُجرمين يعني حتى يتبين لك طريق المُجرمين الذين يُبسِّدون في الأرض ولا يُصلِحون وهؤلاء هم الكفر والمُشرِقون الذين يُعادون الرُّسُل ويُعادون دعوة التوحيد وكذلك الناس ما تستغرب لما نجي ونتكلم في أشخاص بعينهم ونذكرهم بأسمائهم ونأتي بكتبهم ونقول لك شيخ فلان قال وشيخ علان قال ما تستغرب لأنه دواجب أخوان ما تفتكروا الشغل هذه تفشي ولا صراع بتاع دنيا زي الهلال والمريخ وغيره لا هذا واجب علينا يجب أن نبينه للناس واجب لما بيَّنه ربنا سبحانه وتعالى يسألنا يوم القيامة وكذلك نفصل الآيات ليه ولتستبينا سبيل المُجرمين طيب لو ما فصلنا وذكرناهم كيف الناس تعرف سبيل المُجرمين وهل المُجرمون انتهوا هل انتهوا لما انتهوا قاعدين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لذلك واجب أن نبين هذا الأمر ونجي يقول لك فلان قال وعلان قال وهذا من الغيبة الجائزة انتبهوا لأنه في ناس يقول لك الكلام في الناس غيبة أي غيبة لكن غيبة حلال يا مولانا في غيبة حلال أيها في غيبة حلال يقول لك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الغيبة قالوا قلنا الله ورسوله أعلم زي ما قال الراوي قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يقول لك الرسول سلسل قال كذا أيوة نعم قال النبي سلسل قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته رواه مسلم لكن في غيبة حلال راجع كتاب رياض الصالحين وكل الناس بتقرأ هذا الكتاب حتى صوفية في صوفي عنده رأي في الإمام النووي عنده رأي في كتاب رياض الصالحين ما فيه راجع رياض الصالحين بواب الإمام النووي عليه رحمة الله قال باب ما يباح من الغيبة معنات الغيبة كلها ما حرام في غيبة مباحة ودي أخواننا من سعة الشريعة الإسلامية إنه تلقى شيء في موضع حرام وفي موضع تاني جنوه حلال هذا من سعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وكل على حسب الموضع والإمام النووي جاء في هذا الباب بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي مسألة متفق عليها بين العلماء يعني ما في عالم واحد خالف في هذا الأمر إنه ما في غيبة حلال ما بتجد عالم واحد من علماء الأمة خالف في هذا الأمر فذكر من ذلك حديث الإمام المسلم عليه رحمة الله حديث فاطمة بن تقيس رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني معاوية رضي الله تعالى عنه وأبو الجهم رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقه أنكهي أسامة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده دير كانوا ما في شين معاوية ما في مش ده غيبة ولا ما غيبة تقال الغيبة دي شنو إنك تذكر أخوك بكلام وما موجود لكن في هذا الموضع يجوز وإلا يعني دار تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا الكلام ده غيبة ما هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الغيبة حرام هو اللي اغتاب هنا في الحتة دي لأن الغيبة هنا حلال في الموضع ده إذا أنت دول جاك ودار يسألك في أمور بتاعة الدنيا ساي نزول جاك داري أسألك من سباك ساي سباك بتاعة موية وإنك السباك ده بتعرفوا شغله ما نظيف إنت عارف السباك ده تعرفوا كويس إنه شغله ما نظيف ها تقول لشنو الزول لأخوك المسلم ده تقول لله هادي غيبة ويمشي سوق السباك ويترشيق لك راتيش البيت كله ولا بتقول له لا لا يا أخو الله السباك ده شغله ما نظيف فواحد بينك شغله ما بتقوله يا أخوان في الأمور الدنيوية الكلامنا معروف لكن لما تجي في ذكر الشيوخ يقوموا وما يقعدوا يقول لك هادي غيبة غيبة حلال بل غيبة واجبة الغيبة زاتة فيها غيبة واجبة متين بتبقى واجبة إذا كان ترك الغيبة فيه مفسدة على المسلمين في الحالة دي بتبقى واجبة يعني الليلة أنا أديكم وينو الكتابة جيبتو جيبوا أنا بس أضرب لكم مثال ويقولوا بناكم وروني الغيبة هنا حلال ولا حرام الزول ده نحن هنغتابه بعد شوية ده ما موجود قاعد في الجامع أنا هنغتاب هذا الرجل وأبتغي الأجر عند الله تبارك وتعالى بغيبة هذا الشخص وهو صوفي والصوفي أتتنع نبنى أكتاب ونبتغي الأجر من عند الله تبارك وتعالى فيهمتو يا أخوانا؟ طيب أزولنا نفس الكتاب قبيل عرضوا ليك الشيخ شياب لكن فيه مواضع أنا بس دار أجيبه ليك سريع جدا الفيوضات الربانية في المؤثر والأوراد القادرية أول حاجة يا أخوانا الكتاب ده مشترينه من مكتبة العلوم الحديثة ومن درمان شرق الجامعة الكبير وديها رغم التلفونات فوق نمرة اثنين ده رغم الإذاع واحد ثلاثة ثمانية ثلاثة صفر الكلام ده عن شنو؟ يعني الكتاب ده حقهم مية في المية شان ما يجيك صوفي قل لك هذا الكتاب طبع تويتو وما حقنا لا لا حقك انت ما بتعرف غانون المطبوعات ولا شنو؟ ما في حاجة يسمى كتاب نطبعه ونقول الكتاب ده حق زول والشغلة تمش كده ساي في محكمة يسمى محكمة الملكية شنو؟ الفكرية لو طلعت كتاب قلت حق فلان وما حقه ما بيخلوك ورغم الإذاع ده ما بيدوك لا ساي ده غوانين معروفة لكن صوفي شارب محايا العرفوا شنوب الملكية الفكرية والله أنا بكلمك النصيحة والله فده ده رغم الإذاع معناة الكتاب ده حقهم حقهم ما في مفر طيب الطبعة اللولة سنة الفين وده فيه الرد على ناس اللي زيرك وحامد بابكر وكلها صوفية اللي بيقولوا الكتب ده متسوسة أول طبعة سنة كم؟ ونحن الليلة سنة الفين وكم؟ ستاشر سنة متسوس ما بتخاف والله ياخده لو شوك بتاع حوت كان طلعتو والله يا أخوانا وعقوله شي ستاشر سنة يكون متسوس من الفين ليه الفين وستاشر متسوس يا صوفية يا كذابين يا حامد بابكر تقول لي متسوس ستاشر سنة متسوس وانت مما قلت متسوس في التلفزيون الأسئلة غاية يوم الليلة كم؟ أقلنا حاجة شهرين طيب ما تتحرك تمش تطلع على المتسوس ده ما تمش تفتح بلاق في المكتبة بتاعتم درمان قل لهم يا أخي الكتاب ده متسوس جيبوا شان نطلع على المتسوس الفيو لكن شان تعرف كذب هؤلاء الناس أصلا يا أخواننا الشينا مالا منكورة والله الشغلة مما لقوا كاتمة زمان ما كان بقولوا متسوس لأن الكشف ما كان واضح مما شغلة بيقى فيها كشف تمام بيقى يقولوا متسوس متسوس تذكرتني قصة قالوا عمك عندو جنينة بعدين فيها مانقه كده وعام الله سور بره وبينهم تحت الشجر بتاع المانقه وفي شفاة كده ظنوا معذبين عمك ده يومي بيجي بيجي ونطوا بالسور وبيطلعوا ويقطعوا المانقه بعدين يوم عمك راقض تحت الشجرة بتاعت المانقه الشافع طلع فوق بيقطع في المانقه وفي فريع يتكسر به جواقع فوق عمك في السرير عمك قبضوا وقالوا والله ما أنا يا عمنا والله ما أنا ما انت كيف انت جاي من فوق يعني حيكون من يعني نفس الشغلة ديه لما تقبضوا ويقول مدسوس 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 شنو يا ذول كاتبو يتا وناشروا في المكتبات لما نقبضك تقول لي مدسوس يا كذاب طيب الصفحة ثلاثة واربعين اتنين واربعين شوفوا زول لقا شنو وبناكم أحكموا الغيبة في الناس زين حلال ولا حرام ونديتكم الدليل شوفوا زول لقا شنو قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحود أمددت راحتي زراعي يعني يدو من فوق شنو السماوات كلها حتى السماء السابعة يدو دي طالعا بفوق وجايب هناك نازلة تحت بطن الحود معنات أن احنا كلنا تحت ابط هذا الصوفي ابط العفن قال إن احنا كلنا هنا والله ما دا معنات ان تضامي الكون كله مش كذا احنا في الكون ولا ما في الكون احنا قاعدين شمش في ابط العفن ده قالت لي راعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحود يعني جايب بفوق وجو الموية تحت بطن الحود أمددت راحتي الراحة يا هدي بتعتليت طيب قالوا وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي ولي نشأة في الحب من قبل آدم ده قاعد من قبال آدم ذاته إلا يكون إبليس والله إلا الزولده يكون بس إبليس لأن إبليس قاعد قبل آدم إلا يكون إبليس قال ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري في الكون من قبل نشأتي وسري في العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي قال لو دار أنتهي من الدنيا دي كلها بنتهي منا في لحظة وإن تنتهي الزمان دار تنتهي شنو أزوال الله حيوة ولا ميت ميت دار تنتهي كيف تهو التميت ما شاء الله قدام قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجئه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي أنا كنت مع راعي الذبيح في داءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برأت عيناه إلا بتفلتي أنا كنت مع إدريس لما ارتق العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برأت بلواه إلا بدعوتي أنا كنت مع عيسى وفي النهد ناطقا وأعطيت داؤودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي كفر أكبر من دفي تاني دمان أغتاب يا ناس والله إذا والله غيبت واجبة غيبت واجبة والله باتفاق العلماء شو ما شتاني لقدام نفس الزلد قدس سره ويرضى الزهر ويسمى حزب السريانية شو ما الويرض بتاع الظهر حقهم بتاع القادرية دا الويرض بتاع الظهر بتاعهم شو بيذكر الله كيف قال أعلم الغيوب ومخرج الحبوب كويس ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود مهبوبا بهبوب هبوب بلطف خفي يا الله يا الله بصع صع 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 والبهاء والنور التام بصع صعوب صع صعوب زي العزة الشامخ بطه طهوب لهوب يا الله يا الله حاميم حاميم كهوب كهوب يا أخوان هذا شنو دا دا ويريد يا أخوان أسماء شنو بارك الله فيك دا الناس بيتعاملوا مع الشياطين الصوفية كلهم شوف السعر دا ما خش البلد دي إلا عن طريق المتصوفة عشان كده غيبت هؤلاء الناس واجب باتفاق العلماء ونتحدهم يجي غالطونا في الكلام دا صوفي بقرأس كبير صوفي طنب صوفي أي عاجة يجي غالطنا في الكلام دا دي مسألة إنه غيبه ما غيب غيبه علال الشاهد يبلغ الغايب إنه غيبت هؤلاء الناس حلال أما مسألة الكلام في الأموات يقول لك بتتكلموا في الأموات والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذكروا محاسم موتاكم ما قال وين قال الحديث رواه منه ما في حديث زي دا دول موضوع ما عنده إسناد ذاته يقول لك أذكروا محاسم موتاكم لا 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 ما في حديث زي دا عرفته بعدين دا ديل أوه الحاجة ديل موتانا ذول قال أنا الزاكر المذكور يا دول نحن مسلمين انت دارت المنا مع ديل يقول لو صح الحديث ديل ما موتانا لو صح الحديث محاسم موتاكم ديل ما موتانا لو صح الحديث مع إنه ما حديث أصلا موضوع أما أخوانا بالنسبة للكلام في الميت ما الكلام في الميت مش حرام طوالي مرة واحدة لا 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 نعم الميت له حرمة وكسر عظم الميت ككسره حيا زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن الميت إذا كان عنده شر منتشر بين الناس شر منتشر بين الناس وهذا الشر ما زال منتشرا حتى بعد مماتي بسنين طويلة هنا الكلام فيه يا أخواننا بجوز وفي دليل على الكلام ما ساكد في صحيح الإمام البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وكذلك من رواية عمر رضي الله تعالى عنه قال مرت بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت ثم مرت بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا انتبهوا انتبهوا للحطة دي في جنازة جمرين بها والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والصحابة قاعدين قاموا الصحابة أثنوا على الجنازة بالخير مش الجنازة كفن وسرير ماشي لا الزولة الميت الصحابة يتكلموا في الزولة الميت بكلام شنو بكلام خير لأنه بيعرفوا بيعرفوا الميت وبيعرفوا انه كان عنده خير في الدنيا ذكروا بالخير الجنازة مرت كويس قال فمرت بجنازة أخرى ثاني في جنازة جات فأثنى الناس عليها شرا انتبهوا للحيطين دا ميت الصحابة يتكلموا في الميت وذكروا الشر كان بيعمل الميت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اذكروا محاسم موتاكم ما قال لهم كده قال لهم وجبت وجبت أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض ثلاثة مرات الحديث ده فيه دليل وفايدة ان الميت اذا كان عنده شر منتشر بين المسلمين وفي افساد بسبب هذا الميت بين الناس ذكروا بهذا الشر ماله جايز حلال ما فيه اي اشكال من ناحية شرعية شاكد اخوانا ما يجيوكم ناس يقول لكم لا وديل بيقتابوا الناس وديل بيتكلموا في الاموات ايوه نقتاب الناس حلال نتكلم في الاموات برضو حلال انتوا ليه الاموات ليه ما تقولوا ليهم ما تكتبوا كلام زيدا ده الزول ده مش عنده تبع ولا ما عنده عنده البرعي ما عنده أدبع عنده البرعي لما كان حي خليك من ميد لما كان حي مش كان بيكتب القصائب مصر المؤمنة دي كتبع حي ولا ميد كتبع حي ليه ما ما شأته قلت له يا برعي ما تكتب كده وما تقول كلام زيدا لما نجن احنا نقول البرعي قال وكلامه غلط يقول له هذي غيبة طيب هو ليه ما كلمته ليه ما وريته انه الكلام القاله ده غلط كل الشيوخ بتعين الطرق الصوفية يتكلموا زي ما دايرين ويقول لك شطيح ودايرين يشطحوا زي ما دايرين وما دايرين الناس يقول لهم الكلام ده غلط وان احنا بنقول لهم غلط رضوه ام ابوه ما بنخليه مصر والله ما بنخليه لانه ديل بيضيعوا ياخدين الناس نحن الآن جايين في الشارع جباب أضرحة بيانات والله بلد ديماليانة صوفية بطريقة عجب شان كده يا اخوان نواجب على كل انسان عرف العقل انه يفتع خاشم ويتكلم ما تنتظر يا اخي يجيك شيخ شهاب ولا شيخ اوبكر ولا غيره يجيك من الخرطوم انت بتتكلم متين مشاء الله اداك لزان تحركوا يا ناس الغورة دايرة ينغازوا والله والله الغورة دي فيها ناس مساكين لو ما تكلمتوا والله الله يسألكم يوم الغيامة يتحركوا امشوا امشوا كده وامشوا اي محل تمشوا بتلقوا قبة وتلقوا ناس عندهم عقاية في الشيوخ ديل لو ما طلعتهم انتوا من الظلمات الى النور باذن الله هل بيطلعوا منه واجب يا اخواننا على الناس اي زول عرف الحق يتحرك بهذه الدعوة المباركة وان شاء الله ربنا بيبارك لك وربنا بيرفع من شأنك ويرفع من قدرك كما رفع من شأن الهدهد يا اخي الهدهد في سورة النمل ربنا بيرفع من شأنه والنبي ساسلمناها عن قتله قتل الهدوط تقالوا ليشنو كان داعي بتاع التوحيد فانت اذا اشتغلت في هذا الامر ربنا بيرفع من شأنك ويعلي قدرك وتكون يوم القيامة يعني لك مقام عالي باذن الله تبارك وتعالى انا شايف اخواننا انه تقريبا وين شيخ عالي وين همت ما في شيء تاني مشكلة ايوه هاي في سؤال ليه شيخ شياب كويس فضل يا شيخ تعال تعال ها السؤال شنو الرجم رجم الزان المحصن يعني قاعدين هنا لا اله الا الله وخاللنهم زائج هنا شوف اول حاجة شوف الشعبي اللي هو التابع للترابدة كبال ما تناقشوا في الرجم ولا ما الرجم شا ما يجي اعمل لك جوطة يقول لك وحد الرجم ما في وقل تعالى واشياء الشعبي انت والحاجة بتتفك معنا في المصادر ولا ما بتتفك او واحد تدخل مع شعبي في نغاج بتاع الرجم وما الرجم ما لم تحكوين في المصادر قل للسنة رايك فيها شنو يكون النغاش هنا اخوانا ما تدقسوا تخش مع الشعبي في الرجم وما الرجم ويجيب لك شبهات ولا الرجم يخلي بيجاي كده تعالى يا شعبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندك ثابتة ولا ما ثابتة تحكو في الحتة دي لانه اصلا لو اثبت لك السنة يبقى خلاص تثبت شنو اثبت حد الرجم لانه الرجم ثابت بشنو بسنة يبقى انت تحكو وين حكو في السنة مش تحكو في حد الرجم والاصل ما يتفق معاك فيه كيف مش يتفق معاك في حدود من الاصل فلابد يا اخوانا النقاش مع الشعبيين دي يكون في السنة السنة دي بيغتنعبها ولا ما بيغتنعبها تناغش في الإسناد يقول لك نعنا ما جاء في القرآن فقط يكفينا اما السنة فمنها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح وفيها شكك وقل له تعالى يا شعبي انت القرآن دي جاك كيف هل ربنا نزل عليك وحي جبريل عليه السلام جاك انت كشعبي اداك القرآن لما اداك من وين جاك يقول لك جابه النبي عليه الصلاة والسلام الجابه للنبي سالسلم منه جبريل جبريل هو الإسناد للقرآن من الله تبارك وتعالى اللي منه للنبي سالسلم يبقى اول حاجة شوف قل له يا الشعبي تثبت معاي ان القرآن جاب الإسناد ما هو واحد من اثنين يا اما جاب إسناد يا اما جواقع من فوق رب واحد من اثنين ما في خيار ثالث القرآن جايب الإسناد من الله تبارك وتعالى كلام الله عز وجل الى جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين الى تابعين تابعين لما جاءنا الليلة مججاي كده ولا ما كده ايوه والشعبي ذاته قل له انت ذاتك يا شعبي هسي قل لت اسمك منه يقول لك انا اسم محمد والدحمد واتحسين طيب ده ما إسناد ذاته انت أحمد واتحسين انت حسين شفت جدك داك شفت لما شفت عرفت انه جدك كيف منه قال لك يقول لك كلمني ابوي انه داك جدي طيب ماذا الاسناد ذاته ماذا نفس الاسناد فشوف قل له طالما انت اختنعت ان القرآن جايب الاسناد طيب الناس انقلوا القرآن يا هما انقلوا شنو سنة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ذاته ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ثم ان علينا بيانه مش ربنا قال كده في سورة القيامة فاذا قرأناه فاتبع قرآنه طيب البيان ده بيان القرآن محفوظ ولا ما محفوظ ما هو شعبي يقول لك القرآن محفوظ يقول لك ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قل الله هي القرآن محفوظ طيب بيان القرآن شرح القرآن تفسير القرآن محفوظ ولا ما محفوظ محفوظ بنص شنو بنص القرآن ذاته لأنه ربنا قال ثم إنا علينا بيانة والآية دي الشيخ ابن عثيمين قال مؤكدة بمؤكدات أولا قال بإنا لأنه ربنا قال ثم إنا علينا وقال علينا هنا للإيجاب يعني ربنا أوجب على نفسه إنه يحفظ شنو بيان هذا القرآن طيب القرآن بيانه ده وينه يا شعبي وينه بيان القرآن تفسير القرآن وينه إلا يغتنع إنه تفسير القرآن عن طريق من عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة النحل في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وربنا قال وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو آتاكم الرسول وين عليه الصلاة والسلام في السنة نهاكم عنه وين في السنة يبقى لابد الشعب يقتنع لابد امرك ابقى مع المنافقين لأنه هذه الصفات المنافقين أصلا ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا لاحظوا للآية دي ربنا قال إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الهو شنه القرآن وإلى الرسول الهي شنه السنة رأيت المنافقين يصدون عن ياته القرآن ولا السنة عن السنة يصدون عنك سدودا يبقى من صفات المنافقين إنهم ينكرون سنة طالما أنكروا السنة إذن أنكروا إذن أنكروا القرآن شأن كده كفروا بر طوال يبقى يا أخوان نقاش الشعبي يكون بالطريقة دي حق في العدة دي لما تجيب منه الدم يا يختنع يا يكفر أول حاجة الآية دي عندها سبب نزول إخوان أول حاجة كون نزول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ خطأ فادح هل الكلام ده مقبول؟ ها؟ ده كافر يا أخوان يقول عن النبي سأسلم أخطأ خطأ فادح ياخدت لو قدت الترابي أخطأ خطأ فادح ما بيقبله النبي سأسلم يقول أخطأ خطأ فادح سبحان الله إخوان ده كافر بر الإسلام ده ولا تتناغش معه كثير أما بالنسبة للآية الآية عندها سبب نزول أصلا هي يعني حدثت في قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع حفصة وأكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته إنه بيمشي لأزواجه ومرات بياكل هنا وكان أكثر حاجة بياكل عند صفية رضي الله تعالى عنها وكانت مرات بتديه عسل فعائشة رضي الله والكلام ذا ذكروا ابن كثير في التفسير ذاته نقلوا من البخاري ومن غير البخاري عائشة وحفصة من باب الغيرة والغيرة يعني متجاوز عنه ومعفون عنه زي ما قال ابن حجر رضي الله تعالى عنه يعني الأمور اللي بتصدر من الغيرة دي ربنا سبحانه وتعالى عافى عنها فعائشة وحفصة اتفقوا مع بعض إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي ماكل عسل من عند صفية قلت لها قولي ليه لقد أكلت مغافير يا رسول الله والمغافير ذا نوع من النباتة الريحته جنوه ريحته ما كويسة ريحته عفنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من الرائحة الغير طيبة وكان يحب الطيب فدارين شنوه دارين يقنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل في بيت صفية قالت عائشة قالت ليه حفصة انت قولي له كذا ولما نيجيني أنا برضو بقول له كذا شان يكون يقتنع مرة واحدة فأكل العسل عن صفية لما جاء لحفصة رضي الله تعالى عنها قالت لقد أكلت مغافير يا رسول الله وذهب إلى عائشة رضي الله عنها قالت نفس الكلام لقد أكلت مغافير قال إنما هو عسل قالوا بل مغافير يا رسول الله قال والله لا أكله أبدا فالآية نزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الكلام دا ما عنده علاقة مع أخطأ ما أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام دي القصة كلها وربنا عفى عنهم عشان كذا ربنا قال إن تتوبى إلى الله فقد سغط قلوبكما فربنا عفى عنهم وغفر لهم ما في موضوع زي ده لكن الشعبي شان كذا نقبل وريتك قلت لك دي صفات المنافقين دارين يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام تعني واضح زي ما الترابي قال قال أنا أعلم من النبي أنا أعلم من النبي قال قال أنا أتحدث الفرنسية ومحمد لا يتحدث إلا العربية هذا بقى بقى لك أنت راجي منه خير تاني فالناس زي اللي أخوانا ما تدون فرصة اشتغلوا فيهم شغل تمام ما تدون فرصة أصلا ولو لقيتوا طريقة ويوم لما ماتون فيهم تكونوا ما قسرتوا أنا أعرفهم بيفروا والله حاولوا يوم كده عمل لهم شرك ضريف زي الفر لما نقبض الشرك أدون تلفون بس بس أدربوا لنا تلفون إن شاء الله نجيكم ننفشوا لك ريشة ريشة يعني لا تقوم لهم قائمة بإذن الله تبارك وتعالى والله في سؤال تاني ولا خلاس كين هاي خلاس لأنه يخوانا قدامنا سفر جزاكم الله خير وبارك الله فيك